طيب قدامكم على الشاشة دي كواليس خاصة وحصرية لفريق النادي الآلي في فندق الإقامة وعلى الهواء مباشرة عشان تعرفوا آخر الأخبار وكل التطورات الخاصة ببعثة فريق النادي الآلي يمكن في هذه الأثناء وانتوا شايفين هذه اللقطات على الهواء شناوي مارسل كولر طبعا الجهاز المعاون لمارسل كولر هم دلوقتي راحين لتناول وجبة الغداء ده معاد وجبة الغداء حوالي الساعة خمسة ونصف ضمنا كمان خالد عبد الفتاح ومحمد مجدي أفشا وان شاء الله بإذن الله تكون استعداد جيد ان شاء الله ضمنا كمان محمد أشرف الزهير الأيصر اللي تم الدفع به في مباراة أسوان ظهر بشكل طيب وكويس فكرة الروتيشن والتدوير اللي عاملوا مارسل كولر مراوان عطية محمود متولي ان شاء الله كمان انت تعرف بقى دلوقتي اللي بيتفرجوا وبيتابعوا اللقطات دي مسكين بقى عراء وقلم اكتب يا سيدي موجود دهوت ضمنا محمد هاني موجود خالد عبد الفتاح موجود مراوانة عطية موجود بيرستاو فيبدأ ايه علموا على الأسماء اللي موجودة واول ما يلو اسم مش موجوده لك بس هو ده اللي برأ القايم يعني دي الاطرية الوحيدة اللي ممكن تتعرف من خلالها على قايمة الأهلي قبل معاد المباراة بحوالي ساعتين أو ساعتين ونص ضمنا الكابتن سيد عبد الحفيز مدير القورة والأمور الإدارية والزبط والربط الموجود داخل المعسكر بشكل دائم بيرستاو نهاردة يعني مباراة خاصة لبيرستاو أمام زملائه في سانداونز ياسر إبراهيم مدافع فريق النادي الآلي يمكن تم إرحته في المباراة السابقة والنهاردة ان شاء الله كمان هيكون موجود ضمن قايمة الأهلي استعدادا لمواجهة سانداونز ان شاء الله بإذن الله تكون مباراة موفقة لفريق النادي الآلي عالي لطفي كمان قدامنا حارسة مرمى النادي الآلي وكمان موجود الشنية ومصطفى شبير محمد عبد المنعم هو ويمكن مبرح رولاني ميكوين أتكلم على محمد عبد المنعم بشكل خاص اللعب بروميسنج لعب واعد قوي بيلعب بشكل كويس تكلم كمان على أليو ديانج من اللعبة المهمة والمميزة في خط وسط النادي الآلي تكلم على محمد شريف وكان واخد باله كمان من فكرة ان شريف الفترة الأخيرة يعني ساعات فيه مباراة موفق فيها وساعات مباراة مش موفق فيها فانا بقول لكم فريسان دونز مذاكر الأهل كويس جدا جدا كمان قدامنا علي معلول مصطفى شبير وده أول معسكر لمصطفى شبير في المباراة الإفرقية بعد العودة من الإصابة حمد العسلامة يا درش ان شاء الله بإذن الله يكون الأهلي جاهز وبيحضر بشكل كويس جدا لهذه المباراة زيون شايفين طبعا دي هذه اللقطات الخاصة من فندو الإقامة قبل يعني دخول الفريق للمطعم لتناول وجبة الغدى وجبة الغدى المفروض دلوقتي حوالي الساعة خمسة ونص وفي محاضرة كمان هتبقى لي الفريق وان شاء الله التحرك هيكون في حوالي الساعة سبعة ونص قبل معادة المباراة بساعتين عشان الفريق يكون موجود في ملعب السلام الساعة سبعة ونص